النهاردة وزارة الشباب والرياضة اللي بتقوم من خلال لجان التفتيش في مهمة عمل واضحة في زيارات إلى الهيئات الرياضية قالت ده من فترة وبدأت التنفيذ أصدرت بياناً وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي بعد البداية بالأهل والزمالك لجان التفتيش تواصل عملها في الهيئات الرياضية تواصل لجان التفتيش المشكلة من المختصين والخبراء ممن يحملون صفة الضبطية القضائية من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات أعمالها الرقابية والتفتيشية على العديد من الهيئات الرياضية في مختلف المحافظات والتي بدأت أعمالها بأندية الأهل والزمالك ولم تواجه اللجنة بعد مرور عدة أيام على عملها بناديي الأهل والزمالك أي تعقبات تتعلق بتقديم المستندات والأوراق والملفات والدفاتر اللازمة لاستكمال عمل تلك اللجان وذلك تمهيداً لبدء مرحلة المراجعة للتقارير المالية النهائية متضمنة أعمال الفحص المالي والإداري لكل هيئة على حدة وشدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تلك اللجان استمرار عملها بدقة متناهية ودقيقة لكافة أعمالها وفحصها للمستندات والدفاتر فضلاً عن تكثيف عمل تلك اللجان حتى تستطيع الانتهاء من التفتيش على جميع الهيئات الرياضية والشبابية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاهها كافة الوقائع بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الرقابية بالدولة في أقرب وقت ممكن بيان مهم كويس أن بيتم فيه إطلاع الرأي العام على المستجدات لأن ده أمر مهم جداً الحقيقة والتركيز على أن الموضوع فيه دقة ومراجعة واضحة وأن بداية مرحلة المراجعة لإعلان النتائج لو أفكركم بس بالبيان الأول لوزارة الشباب الرياضة في النقطة دي أنه قال أنه فيه أخطاء مالية ممكن تكون واقعة وأنه فيه أخطاء ومخالفات إدارية ممكن تحصل فإحنا دورنا هو رقابي وقالوا من ضمن الحاجات أنه فيه أحياناً أخطاء ومخالفات مالية وإدارية بتقع فيها الهيئات الرياضية عندون علم لكن دورنا أن إحنا نحط إدينا على الخطأ يعني من الآخر ممكن تلاقي مخالفات مش مقصودة بس هي مخالفات فالوزارة لازم تقوم بدورها الرقابي وده اللي أكدت عليه الوزارة في بيان رسمي والنهار ده بتوضح ماذا ستفعل وده أمر الحقيقة إيجابي يعني نتمنى أن ما يكونش ولا مخالفات هنا ولا مخالفات هنا ولا مخالفات هناك في اللي جاي يعني لكن ده دور من الأدوار المهمة جداً لأن الضبط والرقابة أمر من الأمور اللازمة